وسؤال القضية ليه؟ أو نهائي أفريقيا ليه؟ أو إشمعنا البطولة التسعة اللي بتحتفل بيها الآن؟ أسباب كتيرة جداً أولها غياب البطولة سبع سنوات وصول للنهائي مرتين متتاليتين وبتخسر في النهائي وده ما كناش معتدين عليه أبداً في النادي الأهلي بطولة أو قرّة أنت ملكها وفارسها الأول وبتخسر اتنين نهائي متتالي فبيجي النهائي الثالث فلازم يكون نهائي مختلف فلما يكون النهائي الثالث جاي مع نادي الزمالك اللي طبعاً له كل تأدير واحترام وهو المنافس ليك محلياً أو أقرب المنافسين ليك محلياً تبعاً لعدد البطولات فبالتالي الإحساس بيكون مختلف لكن مش ده بس كان المهم المهم أنها جت في توقيت هوية النادي الأهلي والصورة الزهنية اللي كان البعض حاول يزرعها في عقول جماهير كرة القدم المصرية حقيقة الطموح الحقيقي ولعبين كبار قدوا معاك سنوات طويلة في النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي احترمتهم طول فترة تواجدهم في النادي الأهلي وكانت دايماً بتضاعم الأعناق وكان وقت الفشل بتكون سند ودعم ليهم خدوا قرار أنه هما يتركوا النادي الأهلي بس النادي الأهلي قبل ما كانوا هما يعلونوا القرار كان النادي الأهلي بيمنح البعض 48 ساعة وقبل ما تنتهي 48 ساعة النادي الأهلي بيعلن أنه هو خلاص أوقف المفاوضات مع هذا اللاعب حتى لو كان تاريخه في كرة القدم المصرية كبير لأن النادي الأهلي أكبر من أي لعب وآخر كان المهلة مجرد ساعة ولكن الآخر كان أحد أبناء النادي الأهلي أو أحد أبناء قطاع الناشئين أو كان أحد أبناء النادي الأهلي النادي الأهلي قدم له كل ما هو يقدر يساعده للعودة تاني لكرة القدم بعد غياب عن التقلق والنجمية ثم قرر أنه يختار طموح آخر غير النادي الأهلي فأتى لاعب من نادي آخر عشان يساعد في تحقيق النادي الأهلي البطولة عشان كده لما بنقول القضية ليه بنقول عشان أهمية كبيرة جدا غياب سنوات وكمان صورة زهنية فارس عن النادي الأهلي البعض كان بيحاول يزرع صورة مكانها وإحنا عارفين دايما النادي الأهلي رقم واحد الطموح الحقيقي في أي مجال رياضي ترجمة نانسي قنع